تقول أختنا لدي مبلغ من المال وقدره 20 ريالة لإحدى صديقاتي ولكن هذه الصديقة توارث عن الأنصار بالنسبة لي ولم أرها وذات مرة وجدتها في مكان وفي نية أن أفاتحها في الموضوع إلا أنه لم يكن لدي المبلغ وقد أقرسني الشيطان عن الكلام معها ولم أعد أراها فماذا أفعل بالمال؟ هل أتصدقه وإن فعلت ورأيتها مرة أخرى؟ هل أدفع لها المال؟ وجهوا لي جزاكم الله خير الواجب أداء المال إلى صاحبته فهو دين في ذنك يجب عليك أن تؤديه إلى صاحبته مهما أمثل ذلك إما بإعطائها إلاه وإما بإرثاله إليها وإذا كنت لم تريها وطالت المدة فعليك أن تسأل عنها أن تسأل عنها من يعرفها وأن تتحري أن نعرف مكانها بالسؤال والمسابعة لها والغالب أنها إذا كانت على قيد الحياة أنه سيكون هناك من يعرفها من النساء أو من أقالبها فإذا كانت على قيد الحياة فعليك بإرثال المال إليها مباشرة أو مع منذوب أو بإرثاله إليها بأي وسيلة أما إذا لم تكن على قيد الحياة فالمال لورثتها فعليك أن تدفعيه لورثتها أو لوثيلها الشرعي إذا كان لها وثيل بعد وفاتها أما إذا تعذر الأمر نهائيا ولم تجد عنها خبرا ولا تعرفين من استصل بها ولا تعرفين أحدا من أقالبها فإنك تتصدقين لهذا المبلغ على ليسأل الأجر لها فإن جاءت لما بعد ذلك أو جاء وارثها أو وسيلها فإنك تخير من يأتي منيك لطلب هذا المبلغ إما بأن منذي الصدق ويقول الأجر لصاحبة الدراهم وإما بأن تغرب المبلغ ويقول أجر الصدقة لك جزاكم الله خير وأحسن إليكم